الإسلام هو المسؤول عن تشويه وقتل المذيعة الإسلام هو اللي دفعه أنها تعبل أن يكون زوجة تانية بعقده عرفي في السر يقول لو لم يشرع الإسلام التعدد لما قبلت هذه المذيعة أن تكون زوجة ثانية ولما تزوجها هذا الرجل وقتلها ولذلك علينا أن نمنع التعدد منطق عجيب هذا بالضبط كمن وجد رجلا يأكل الطعام فوقف الطعام في حلقه فمات فقال لو لم يخلق الله الطعام ويبيحه لنا لما أكله هذا الرجل ومات ولذلك علينا أن نغلق المطاعم وأن نمنع الناس من أكل الطعام حتى لا يموت شخص آخر فهل سمعت بأعجب من هذا ولو سرنا على منطقه لمنعنا الزواج كذلك لأن هناك الآلاف من الأزواج والزوجات يقتلون ويشويهون بعضهم كل عام بسبب المشاكل الزوجية ولو لم يتزوجوا لما حدث ذلك لذلك علينا أن نمنع الزواج وبهذا يتبين لك أن هذا منطق ظاهر الفساد فهل يفكر هؤلاء في الكلام قبل أن ينطقوا به؟ فالله عز وجل أباح لنا التعدد وأن يكون الزواج بولي وشهود ومهر وأن يكون مبنيا على المودة والرحمة فإذا حصل إيذاء أو قتل من أحد الزوجين فالمشكلة لا تكون في التعدد أو في الزواج وإنما تكون في الأزواج وهذا أمر معروف بالبداهة ترجمة نانسي قنقر